ما هي الحكمة التي في التغذية التي يمكننا أن نقولها؟ سأقول لك مجموعة من الحكم والأمثال كده حلوة بما أنك تتكلم عن الحكم والأمثال في واحد اسمه بن جمين، هذا بن جمين يقول ماذا؟ يقول النوم والاستيقاظ مبكرا وتناول الأكل الصحي النوم والاستيقاظ مبكرا وتناول الأكل الصحي يجعل الإنسان أكثر صروة وأكثر صحة وأكثر حكمة ركز، يبقى النوم والاستيقاظ مبكرا وتناول الأكل الصحي يجعل الإنسان أكثر صحة وأكثر ثروة وأكثر حكمة الحاجة الثانية، الحاجة الثانية، الحاجة الثانية التي يمكن أن نده لك في التغذية بطولة من كثر أكله قلت حكمته، من كثر أكله قلت حكمته الشخص الذي يأكل كثير هتلاقيه شخص عديم الحكمة وقليل الحكمة ولا يستطيع أن يتحدث بحكمة مع الناس فمن كثر أكله قلت حكمته، والنفس السلام الحكيم أحكم الحكماء في هذه الدنيا يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبة فإن كان لا محال تفعيلا فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه، فلو ندي الحكمة الثانية، من كثر أكله قلت حكمته ولقيمات يقيمنا صلمة هذا بالنسبة للأكل الصحي، لقيمات يقيمنا صلمة في واحد اسمه جون كينيدي بيقوله اللياقة البدنية ليست فقط واحدة من أهم مفاتيح الجسم الصحي البياقة البدنية ليست فقط واحدة من أهم مفاتيح الجسم الصحي بل هي أساس النشاط الفكري الديناميكي والإبداعي فالشخص الرياضي والشخص صاحب اللياقة البدنية هو أكثر فكراً وأكثر حكمة ومن ناحية الشكل والمنظر والجمال فهو أكثر أيضاً جمالاً يبقى اللياقة البدنية الرياضة أنا أعرف طبيب من بلدنا اسمه الدكتور عبد الحميد البقري، طبنا يرفع قدره في الدنيا والآخرة الدكتور عبد الحميد البقري دي أنا تعلمت منه أنه السن عمره ما كان عاكر من شخص يمارس برياضة بدنية يعني سنه تجاوز الستين ومازال يمارس الرياضة من القرية بتاعتنا لها قرية إكوة لقرية فراغان كل يوم رايح جاي لذلك هو أكثر حكمة وأكثر عقلانية وأكثر صحة فالرياضة صاحبة فضل لأي شخص عايز يكون شيء في هذه الحياة طبعاً أنا بقول الدكتور رحمد الدهشان بيقول أنا بقول أعظم صروة في هذه الحياة هي الصحة أن تكون صحياً بخير هي أعظم صروة لك في هذه الحياة فمال بدون صحة يجعلك تلف على طباء وتصرف ملايين الدولارات علشان تكون صاحب صحة والمال ليس له قيمة بالنسبة لك فالبيوت بدون صحة لن تستطيع أن تستمتع بهذه البيوت فالزوجات لو عندك زوجات أو لك زوجة ول بدون صحة فليس لها قيمة بنقول برضو ليكن طعامك دوائك ودوائك طعامك ليكن طعامك ودوائك ودوائك طعامك فطبيب العربي الحارس المكال ده كال المعدة بيت الده وهي أيضاً سبب فيه إلاج المرض اللي يكون موجودة عندنا بس ده بشكل مختصر كده شوية حكم أنت طلبتها قديتك شوية حكم مهمة جداً في هذه الحياة شكراً لك الله يا دكتور